عمرك سألت نفسك هيحصل ايه لو انسان كفز من المحطة الفضائية الدولية اللي بتدور في الفضاء حول القرى الارضية في 14 اكتوبر 2012 رائد الفضاء النمساوي فيليكس بمغاتير كفز من المحطة الفضائية الدولية الى الارض وكانت المسافة من المحطة الدولية الى الارض 39 كم واستطاع تحطيم 8 ارقام قياسية في موسوعة جينيس للارقام القياسية وصنفت بأعلى كفزة في تاريخ البشرية وصلت سرعته الى 1362 كم وقدر يكسر حاجز الصوت موسوعة برد الفضائية موسوعة الوحطة موسوعة البشرية موسوعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هناك هناك مياه انتهي باستخدام ترجمة نانسي قنقر امت ترجمة نانسي قنقر ابقاد نانسي قنقر نانسي قنقر استخدام نانسي قنقر اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لا يوجد الان لا يوجد الان لا يوجد الان أنت منظم مذاقب واحدة ثقاف ما يواجهوني يواجهوني حسنої أطلق أهلاً سوالي سوالي مستعب سوالي 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 ثلاثة يجب ان تصل إلى مطلع تحت رحل 3 et 1 ثم 4 سوء اتساط أحسن ليك خائف انجرى اشترك في تواصل أعني ساتوا رابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة